كان سامح شكر وزير الخارجية قد عاد إلى القاهرة بعد زيارة سريعة إلى الجزائر انتقى خلالها بالرئيس عبد المجيد تابون حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن الدعوة لزيارة القاهرة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بشتى المجالات وتم التطرق خلال اللقاء إلى الأهميات لعمل على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق جهة النظر بين البلدين والتحديات المشتركة بالإضافة إلى بحث تطورات الملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات التي توجه البلدين وذلك في إطار جهود مصرية لوقت الصراع ونزيف الدم الليبية والوصول لتسوية سياسية تجمع الفرقاء